السلام عليكم يناس الخير عسلامتكم ومرحبا بكم معي في هذا النوفل فيديو الفيديو تعليم ان شاء الله راح تكون هكذا قصرة بينتنا ان شاء الله راح نحكي لكم تجربة تاعي مع الحجب كيفاش لبستو وشن هو الشي اللي خلاني نتخذ هاد القرار كيفاش تغلبت على الامور اللي كانوا شاديني ومعطليني اني نلبس الحجب فانتمنى من كل قلبي انو هاد الفيديو يكون سبا بالك انو بنات يتحجبوا بالك راح ينتأثروا بالكلام اللي راح نقولوا بالك راح يساعدوهم النصائح اللي راح نمدهم على انهم يرتديوا الحجب دونك هذا يعني شي رانيم تمنيته من كل قلبي يلا دوكا بيدون ايطالة بسم الله للفيديو اول حاجة راح نحكي وعليها في الفيديو تعليم ان شاء الله هما الاسباب اللي يخليوا اي فاتاة تنظن بس كنا جزت على هاد التجربة فعلى بالي بالضبط وشن هو الشي اللي يخلي البنات يعطلوا في المسألة للحجاب يعني انا واحدة منكم ما عنديش بزاف مليدرة الحجاب فعلى بالي اكزاك تومو وشن هما الاشياء اللي خلونا يعني تعطلنا طولنا بش درناه مهم واكيد انو كل الكلام اللي راح نقوله في الفيديو تا اليوم ما راني انتهم به حتى وحدة ولا نقولها لانك مش يدير الحجاب فانتي كذا وكذا بالحكس تماما نقول لكم يعني اصلا انا ما عنديش بزاف مليدرتو ما عنقدر ان يعني نحكم على حتى وحدة ولا نتهم حتى وحدة ولا المهم وفالا وكل كلمة راح نقولها اراهي حتى هي يعني بالنسبة يعني تقدروا تقولوا موجهة لية تاني مهم من الاسباب اللي تخلي الفتيات والنساء في اغلب يعني الاحيان هذه هي الاسباب اللي تخليهم يطولوا بش يلبسوا الحجاب اول حاجة هو هذي كسبة اللي كامل نقولوها ما زلني صغيرة ما زلني صغيرة كي نكبر ندير الحجاب كي نكبر نتوب على هذك العمل كي نكبر نقوم بهذاك العمل وهي رايحة وهي رايحة يعني نقعدو غير نأجلو سوب خي تكسكو ما زلنا صغار وان شاء الله دون الفوتر نديرو هذك شي ونديرو هذك شي يعني الرد على هذ العذر هذا سهل وبسيط جدا يعني شكون ضمن لك بلي الله سبحانه وتعالى راح يطول في عمرك ويخلي لك الفرصة انك توبي يعني الانسان لما يفيق العمر ويتكاكب بلي راه يقوم بمعصية لازم يعجل بالتوبة يعني ما يستناش لانه ما راهوش ضامن بلي راح يعيش حتى يكبروا ويتوب ولا حتى يعني لا هذه هي الدنيا ما يقدر الانسان يضمن ما زالوا صغير محش يموت ما راهم يموتوا يعني اطفال صغار يعني حاجة ما راح تمنع اننا نموتوا في اي لحظة ما لازمش يغرنا صغر لانه غرق صغرك ولا غرق زينك ما لازمش يغرنا لا صغرنا لا زيننا لانه الصغر فاني والزين كيف كيف فاني يعني لك انغرق زينك ديري في بالك بلي ايدا ربي طول العمار راح تولي عاجوز وهذاك الزين راح يزول وواحد ما راح يعني زيد يشوف فيك ويسعدك يفعل الخير ولا تاني ربي اكتب انه يدي امنت وانتي صغيرة هذاك زين ما راح شي ينفعك يعني في قبرك زينك ما راح شي ينفعك وهذاك الوجه الجميل ولا ربما الشي اللي شباب فيك هذاك راح ياكلوا الدود يعني نهضروها حاجة يعني باش تقيس وباش تخوف هذا هو الهدف يعني راح نقولوا الحاجات كيف ما راهم تدخلي لقبرك هذاك الزين راح ياكلوا الدود ممكن ما نزم يغرنا لازم لا صغرنا ولا اي حاجة لانه في الاخير ما يدوم غير الصح سبب واحد اخر اللي ربما يخلي البنات كيف كيف يعطلوا باش يديروا الحجاب ولا ما يتخذوش تماما القرار انهم يديروا الحجاب هو واحد الباب فاتحوا يعني إبليس يعني أعذو بالله منه إن شاء الله بعضوا وسوي سوى لنا شي تاني هو انه يجيك شيطان يقول لك انتي مشي دير الحجاب بصحركي خير يعني ألف مرة خير من وحده را هي ديراتو انتي مشي دير الحجاب بصحركي مصطورة على وحده دير الحجاب انتي مشي دير الحجاب صح مراكيش ديري الأعمال اللي راح يتقوم بهم ربما وحده متحجبة هنرد على هاد العذر تاني ديري الحجاب انتي وكوني خير من هذك المتحجبة اللي راهي دير الحجاب وربما بدير أعمال ماشي مليحة ولا دير حجاب معوج يعني ربما مزير وماشي محترماته مهم ماشي بما أنه وحدة دير الحجاب وماشي ديرته كما لازم فأنتي راح أتم تنعي أنك دير الحجاب ولا تقولي أنا خير منها يعني ما لقري ما نش دير الحجاب فأنا خير منها ياب أنت ديري أنتي الحجاب وكوني خير منها ديريه كما لازم ديريه واتقي الله ديريه واستقيني وكلش وكلش تاني حاجة وحده أخرى ديري في بالك باللي هذيك لراهي دير الحجاب على الأقل راهي غلقت باب من أبواب المعصية على روحها تهنت من حاجة وما زالها تدير معاصي وحده أخرين ما نحن إلا بشر ما هي إلا بشر هذيك لدير الحجاب ما راهيش مالاك منزعني مشكي عدير الحجاب راح تقول لي مالاك حتى هي راهي بشر لكن على الأقل نحات حاجة متريق ديرت الحجاب وراهي تدير في معاصي وحده أخرى الحمد لله ربي صح ديرنا نغلطه ودير الاستغفار ودير التوبة هذي هي لكن انتي ما راكيش دير الحجاب راهي هي في حد ذاتها معصية فما تقوليش أنا خير منها لا ما نقدروش نحكمه ولا نقوله مادم فلانا دير الحجاب ومشي مسقما فأنا ما نديروش يعني هذا راهو عدر ما عنده حتى معنى العدر الثالث اللي جو تخوف باللي هو كيما نقوله أخطر عدر أخطر عدر في تأخير في لبس الحجاب هو هذيك الجملة المتداولة يعني متداولة جدا عند النساء وعند البنات تقول لك ما رانيش مقتنعة بالحجاب أنا نظن يعني بلا ما راني لا درسة شريعة ما راني مختصة في الفقه ما راني اللي هنا بش نفتيلكم يعني بش نكونوصا يعني بش نتفاهموا هاد الفيديو ما راهيش فتوى راهي تجربة شخصية ونصائح شخصية أنا هذرو بناتنا يعني ما عندي حتى مستوى يعني في الشريعة ولا في الفقه يخليني نفتيلكم ولا نقولكم ولا لكن يعني هذا من البديهي أنه ما نقدرش الإنسان يقول على أمر صاريح من الله سبحانه وتعالى أني ما رانيش مقتنع به على الأقل أعترف أنك مقصر قول بلي هذك الأمر يعني موجود وربي أمرني به وأنا راني مقصر نقول الحجاب فرض وربي سبحانه وتعالى لكن أنا راني مقصرة وإن شاء الله ربي يهديني هذك الهدراء يعني تعصح مش نقول ما رانيش مقتنع بأمر تعالى سبحانه وتعالى ما للي ما يصليش يقول للي أني مقتنع بالصالات واللي ما يصوم شير يقول للي أني مقتنع بالصوم واللي ما تدرج الحجاب dengan ما ما نقولوش هذ الكلام راهه كبير بزاف علينا شو كون أنتي ولي شو كون حنا باش نقدره نقوله على أمر من الله سبحانه وتعالى أننا ما رانيش مقتنعين به يعني جزاكم الله وخيرا ما نزيدوش تعاودو هذ الكلمة قولي راني مقصرة قولي يا ربي أهديني يا ربي أغفر لي يارب يجعل مين توب في أقرب وقت ادعيل نفسك بهذا شي تقول ليش ما رانيش مقتنعة لأنه أمر خاطر يعني ما لازمش نقوله كلام نحسبه هين وهو عند الله عظيم نظن هاد الكلام يعني بالنسبة ليه عظيم جدا وراه متداول اللي تقول لك تقول لك أنا ما رانيش مقتنعة بالحجاب مهم بإذن الله تعالى اللي تسمع هاد الفيديو وشافت هاد المقطع تحبس من هاد يعني أنها تردد هاد العبارة بك إن شاء الله نحكي لكم على التجربة تاعي الشخصية نهار لبست الحجاب كمانصا سيباسي وقتاش قررت أني ندي الحجاب في أي ظروف ونعطي لكم معها إن شاء الله نصائح ألوغ نحكي لكم هكا بغيار مان أنا كيفاش يعني ارتديت الحجاب أنا ما نقدبش عليكم بنات يعني كنت يعني في جهاد مع نفسي لمدة مشي أشهر مشي أسابيع وإنما سانوات تحبوا تتضحكوا علي يعني في كل مرة أحيانا نلحقت وين الصباح قبل ما نروح للعامل ندير الخيمار ومع الخرجة نحيا نحيا ونعود ونخرج هكذاك يعني شوفوا التردد وين الحق وين الحق بيجار نترد هكذا إلى آخر لحظة من نحياهم بعد نعود ونخرج سبحان الله يعني كنت في تردد كبير جدا وفي كل مرة كنت نمدل روحي هكا مواعد نقول في أول رمضان نديره ولا لف العيد نديره ولا لف ما نعرف وشنو هكذا نديره وكل مرة يلحق هذك المواعد ما نديرش الحجاب يعني ما نشجش في كلامي وما نديرش الحجاب في هذا رمضان تاع سنة 2023 قررت أني في أول يوم تاع رمضان ندير الحجاب ومن بعدها خممت مليحي يعني هكذا بيني وبين روحي خممت مليحي قلت بليس راهو يقابر فيها على بالي الإنسان غار يشوفه يشوف روحه راح يتوب يدير في باله بالي بلي بليس راهو راح يديرو شغل راح يلتها غربه بس كو إبليس غار يشوف يعرف مني يتاع واحد بلي روحه بيتوب خلاص يقعد عقاب وعقاب وعقاب باش ما يخليش جسدهم يلحق لهذه التوبة بس كو يخلي يقع لغاشي الأخر ويجي لك انتايا بس كو الأخرين ما راهمش دينين في بالهم التوبة فيخليهم معليش هذوك منتايا يقعد يتبع فيك فقلت ما نخليش مجال للشيطان وما نخليش مجال نفسي أصلا قلت قالي ديرو قبل رمضان بس كو على بالي بلي لغفيته على رمضانا حي جيني الشيطان ويقول لي ما تديري شو كادا وكادا ونفس الأعدار وكذا درتو فنقولو في بداية شعبان هكذاك المهم واحد ما كان على بالو لا زوجي لا فاميلتي لا ويلو بيخصو أنه سابعة كل حال هذو كنهار كان عندي غنديفو عند طبيب وخوكم في الله بعتلي مساج قالي أهلا وغفريتيها من عند طبيبه توقوت له ويا سيبواني كملت وراني خلاص داخل الدار قلت له ودو كنبعت لكت سويرة بعت له ودرت له وسيل فيها هكذا وبعته له قال لي وشنو هدايا قلت له ودرت الحجاب عباكم ما آمنش ما صدقنيش ما صدقنيش وخاف أني نكون رانيش قول انتمسخير ولا قال لي هذا ما شي شي تعتمسخير قال لي ما شي دوك خرجتي شافوك الناس به وغضوات خرجي بلا به قال لي الحجاب مرة هو شتمسخير قلت له ما رانيش انتمسخير سيبو راني اتاخذت قرار وخرجت به وبإذن الله تعالى ما رحش يتنحى وشو نقول لكم يعني كل يعني زوج سوي في عقله أكيد أنه رح يفرح بهذا الخبر شكل ما يفرحش أنه مرته تسطرت أنه مرته ما رحش يزده يشوفه فيها ناس وحده أخرين من غيره وهو فرح بزاف 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 ما نجد بشعليكم فاميلتي كيف كيف ما كنتش قتلهم نهار لي رحت لدار حلت لي الباب وقد قلت لي اه ودرت الحجاب قلت لي اوه ودرت الحجاب المهم تول موضي تكون ما كاش يعني إنسان ما يفرح لكش الحاجة كما هادي أكيد فالا نونك سعسي باسي كمسا والحمد لله أما بالنسبة للأمور اللي خلاتني نتغلب على نفسي ونتغلب على وسويس الشيطان فهي سهلة وبسيطة جيدا جيدا أول حاجة أني كنت نقرأ بزاف كوتوب ونشوف بزاف فيديوهات ونسمع بزاف محاضرات تحت تحبيب في لبس الحجاب وش معناها؟ معنتها نقرأ على الثواب اللي راهوا يستنى في المرأة بعد ما ترتدي الحجاب وتخلي كلش في سبيل الله بس كن يعني باش نكونوا صاريحين شكن تحب تغطي جمالها وشكن مكا هنحبوا نبانوا قدام الناس شابين واللي عندها شعرها شباب تتلقوا لكن شكن اللي تحب تغطي هادشي وفقط المرأة اللي دارتها في سبيل الله يعني خالص لله هاد العامل خالص لله فعندها ثواب عظيم جدا نقول لكم ما حاش ندلكم فيديو تحفة وفا ما حاش ندخلوا في هاد التفاصيل دونك اللي راهي رايحة تقرأ الثواب بتاع المرأة اللي تكون محجبة وتدير الحجاب يعني لإرضاء الله سبحانه وتعالى أكيد رايحة تروح تروح تديروا تاني يعني في الاتجاه المعاكس قريت كتب وشفت فيديوهات وسمعت محاضرات تاع يعني الترهيب لما المرأة يعني تكون ماشي دا حجاب وتموت على هادك الحال و يعني وش ينتظروها من عذاب وش الله سبحانه وتعالى موت جدلها يعني شيء راهيب جدا وعظيم جدا ما راناش قدوا وما راناش قادرين لو فلي راح تسمع مثل هاد المحاضرات وتشوف مثل هاد الفيديوهات أكيد تاني راها رايحة دي غاكتومون تلبس الحجاب ديالها حادي وحد أخرى نصحكم بيها تاني لأنكم تدعيو تسامبلمون دعيو يا ربي حببني في الحجاب يا ربي سهله ولي يا ربي ما تخليني نعود نشوفه هكذا شغل الجبل دعي يا ربي دعيه 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 كل حاجة مما الطاعة تاعو بالدعاء ان شاء الله راح تقدري أنك تديريها وآخر حاجة قراءة القرآن لأن القرآن يعني مش يغل الحجاب راح يسهلك شحال من عبادة يخوفك من شحال من حاجة ويحببك في شحال من حاجة بالتالي قراءة القرآن وانا عندي والله نقول لكم عليهم هدو زوج آيات يقيسوني بزاف بزاف وكانوا يقيسوني تاني بزاف كي كنتمشي دير الحجاب كي نقراهم شغل جمسون تيفيزي نحس كي شغل ربي يهضر علي أنا فكنتم خاف بزاف وغير نقراهم نبدأ نبكي نبكي ونحس روحي هاكده صغيرة نقول يا سبحان الله دوك يعني هدو مكام اللي راهم ديني الحجاب يحبوا ربي كتر مني وهدو كامل اللي راهم ديني الحجاب نهار يوم القيامة يعني ربي رح يعملهم أحسن مني وطغيدني عمري بزاف ونقول لدوك أنا قد هدو العدب اللي راهم وجدو ربي أنا رح نتحملو أنا قدو ما شي قدو زوج آيات هدو ماصي الآية اللولة هي الآية 85 من سورة البقارة وش تقول هدو الآية تقول الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم بداية الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هدو الآية اللي بنتك نقراها والله العظيم غير يطح مني النص نقول وش معنتها يعني المفهوم الإجمالي هي كل حال آية نزلت على شو الموقف معين لكنها تصلح يعني نقدرون نطبقوها على أي واحد ياخد وش يساعدهم الدين ويخلي وش ما يساعدوش يعني حاجة تساعدني جاتني سهلة تطبخوا بلا منطبقها وحاجة ربما تكلفني طاقة تكلفني مجهود تكلفني كده ما نديرهاش هذا هو يعني ناخده وش يساعدنا وما ناخدهش وش يساعدنا فوالله هاد الآية قلت لكم كنت نقراها خلاص ما كنت دايما كنت نقراها نبدأ بكي بس غير نقراها نفكر الحجاب نقول يعني أنا ندير هادي وندير هادي وندير هادي يعني أؤمن ببعض الكتاب وأكفروا ببعض يعني ربي ربي يهضر علي وربي موجد لي خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة أرد إلى أشد العبك والله العظيم قلت لكم يطح من النص والآية التانية هي الآياء 36 من صورة الأحزاب واش تقول هذه الآياء قلل الآياء بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مدينة المعنى الإجمال لتاع الآياء هو أنه لإنسان إذا كان سمى روحه مؤمن نهاري يعطي الله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام أمر ما يقولش عندي الخيار إلا كان نطبق هذك الأمر ولا ما نطبقوش ما كانش الخيار يعطي ربي أمر يعني صريح نطبقوه شئنا أم أبينا ساعدنا ولا ما ساعدناش خرج علينا ولا ما خرجش علينا نطبقوه إلا كان سميت روحك مؤمن ولا سميت روحك مؤمنة تسمعي بأمر الله اطبقه هذا هو يعني كما قولوه انقغو الشي اللي عملتو في الآوينة الأخيرة هذي باش خلاص تخذت القرار أني ندير الحجاب بالإضافة إلى أشياء وحدة أخرى ربما كانت صحبة صحبة تاعك ربما راهي تخليك تعطلي باش ديلي الحجاب فاختاري باش كونت تأثري معاش كون مهم يعني أنا نعرف روحك نحب ندير حاجة نروح نتبع الناس اللي رام يديروا في هذك الحاجة المستحيل أني نحب ندير حاجة كحلة ونتبع اللي رام يديروا في الحاجة يعني بيضة ما ندخش للراس بالتالي يعني الإنسان لأنه الإنسان يتأثر بطبعه يتأثر يعني بلا ما يفيقره ويتأثر بلونتوغش تاعه بالمخالطة تاعه بالأشياء اللي يتفرجها في مواقع التواصل الاجتماعي بكل هذي الأمور بالتالي نخيره نحن ناس والقنوات والمهم اللي تخلينا نتحفزه وتخلينا نتشجعه وتخلينا نتخذ القرارات اللي رانا حابينها اللي رانا معولين نديرها إن شاء الله فالا فالا حبوبات إن شاء الله يا ربي هذي الفيديو تكون فادتكم إن شاء الله يا ربي من وراء هذي وش راني متمنع بكم نتمنى من كل قلبي أنه من وراء هذي الفيديو تتحجب يلو كان وحدة شافتها هذا ما كان يعني ياريت ياريت ووحدة فيكم سمعت هاد الفيديو وسمعت هاد الكلام وتأثرت به ومن ورائه يعني كانت سبة باش تدير الحجاب ياريت انها تخبرني وتبعت لي ميساج يا اما هنا يا اما في البخيفي لاني اذا كانت لقيت ميساج كما هذا راح نكون اسعد انسانا في الدنيا راح نحس روحي باللي درت حاجة كبيرة وباللي درت حاجة عظيمة قبل ما نموت هادي هي لانه هاد الفيديو ما نقدبش عليكم انا دايراته بنية خالصة الله سبحانه وتعالى وراني متمنية من كل قلبي انه يقعد صدقة جارية علية حتى بعد ما ماتي ان شاء الله يا ربي يلحقوا لي منه حسنات حتى للقبر اذا كان وحدة بركت حجبت بعد ما سمعت كلامي هذا وشافت هاد الفيديو خلاص ما نزل نحوس على احتها ما نزل نطلب احتها احد اخلاص انا فريدها وانا ان شاء الله يا ربي يكون هاد الفيديو سبة كما قلنا ان شاء الله يا ربي يتوب علينا ويصلح امورنا والحجاب مراهوش يعني كدرت المرأة حجاب عندها خلاص راحي كاملة مكمولة ما زلش حل من حاجة نسقموها في رواحنا وش حل من حاجة نحبسوها وش حل من حاجة مراهوش نديروها رانا مقصرين فيها ان شاء الله نديروها ونسقموها يعني انا كدرت الحجاب ما miejش نحصره حي كاملة وانما أخطيت خطوة كبيرة في حياتي ما نشنقول يكھلاص هوالليت كاملة بارتداء الحجاب وإنما خطيت خطوة الله يبرك كبيرة في حياتي وما زال خطوات واحد وخرى إن شاء الله نحن لحقول الهدف تعنا لهو مرضاة الله ونقوله اللهم لا تميتنا إلا وأن تراضينا عنا آمين يا رب العالمين أنا دروك كما قاعد ليغن ضرب لكم وعد في الأيام المقبلة في فيديو جديد إن شاء الله قريبا جدا جدا دي سلاكا كل مرة نقول لكم تهلاولي بزفزفر وحتكم وتبقوا على خير يا ناس الخير